هو وحده المطلع على السرائر الذي يعلم ما تكنه الضمائر أمر عباده بأحب الأشياء إليه وأعظمها زلفا وقربا لديه أمرهم بالإخلاص والإخلاص هو خلوص القلب لله جل جلاله فيتوجه العبد بقلبه إلى ربه فينظر الله إلى قلب عبده وليس فيه أحد سواه إذا تكلم تكلم لله وإذا عمل عمل لله وعندها يطيب قوله وعمله ويشكر سعيه ولا يخيب في تجارته مع ربه إنه الإخلاص الذي يحتاجه طالب العلم في كل كلمة يسمعها وفي كل كلمة يقولها بل في كل لحظة يعيشها وما سبق الأولون ولا فاز الفائزون إلا بهذا الأمر العظيم بعد توفيق الله الكريم الإخلاص أن يتجه الإنسان إلى قلبه ليسأل ما الذي فيه لربه أن ينادي نفسه نداء النفس اللوامة كفى نفاقاً وكفى رياءاً وكفى سمعة وكفى مدحاً وثناء وليتجه إلى الله وليقدم لآخرته ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا الإخلاص يحركه في القلوب حب الله جل جلاله فأصدق الناس حباً لله من أخلصوا لله جل جلاله وأصدق الناس في حب الله هم العاملون لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطغيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم حري بطالب العلم أن يبتدأ علمه وعمله ودعوته للإخلاص لله سبحانه وتعالى فهذه الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة وعلى